السلام عليكم ومارحبا بكم في قناة وصفات ميسون وصفتنا لليوم ان شاء الله رايحة تكون حلوة ديليس النوازات الجي هيلة، الذوف الفم والبنى روعة توالم جميع المناسبات نتمنى تنال اعجابكم ونروحوا للمقادير وطريقة التحضير بسم الله عندي 250 قرام مارغارين تكون طرية نضيف لها 4 كيس سكر قلاسي مايو عادل 35 قرام بيضة وصفار بيضة رشة ملح وملعقة صغيرة فاني نخلط كل المكونات مع بعض باليد فقط او بالخلاط الكهربائي حتى نتحصلها لخليط كريمي من بعد نضيف 50 قرام نوازات تكون محمصة ومرحية ونصف كيس انشا مايو عادل 60 قرام وملعقة صغيرة خميرة الحلويات نخلطهم مع بعض ونبدأ نلم بالفرينة حتى نتحصل على العجينات تكون طرية قليلاً نغطيها ونخليها ترتاح مدة 5 دقايق من بعد نخدم بها وبالنسبة للتشكيل انا هنا رايح ندير هذو المول وانتو ما تديروا الشكل اللي تفضلوه كاين الكاري والله المدورين وكاين الأوفال نجيب كمية ملع جينا ونحاول نبسطها في المول بهذه الطريقة نحن الزوائد ونعدل الجوانب جيداً ما نديرهم شرقيق بزيف باش ما يتكسروش كيطيبو كاين نكمل نخدم كامل الليمول اللي عندي نحطهم في سينية وندخلهم للفرن على درجة 170 وبعد مرور دقيقة نجبدهم الفرن نلقى الواسطة نفخ شوي نضغط عليه بصبعي برك ونعود ندخلهم نخليهم يطيبو حتى ياخذوا اللون الذهبي ونخرجهم وبالنسبة للكريمة عندي 100 قرام نوازيت حمصتها ورايح نرحيها بكشورها وهي سخونة حتى نتحصل على عجينا ما نضيف الهويل ونرحيها كما راهي واللي تحب تنحيلها الكشور تقدر تنحيهم وهنا في كل مرة نهبط هذا اللي يطلع للجوانب ونعود نرحيه ندير هذه العملية مرتين ولا ثلاثة حتى نتتعجن وتخرج زيت انتاحها من جهة اخرى في طاواغ رايح ندير 225 قرام شوكولات بيضة تكون ذو نوعية جيدة نضيف لها شوي قل من نصف كيس كريم فريش ما يعادل 90 ميلي لتر ونحط الخليط فوق النار هنا النار لازم تكون قليلة جدا بيش ما تتحركش الشوكولات ونبقى نحرك فيه حتين الذوب تماما هذه هي نوازات بعد ما رحيتها نفرغ عليها خليط الشوكولات وهو سخون ونضيف ملعقة صغيرة عطر البندق نخلطهم مليح بالبراميكسير واذا رحيتي نوازات التاعك مليح حتى نتخرج الزيت انتاحها ما تحتاجيش تخلطي بالبراميكسير خلطي بالفوي فقط وهذا هو الخليط اللي رايحة نتحصل عليه يكون شوية سائل وكي نخليه يبرد شوي رايح يتمسك وبعد ما تبرد الكريمة رايحين تلقيوها تمسكت شوي حركوها بالملعقة فقط رايحة تعود تطلق روحها هذا هو الصابلي بعد ما طاب رايح يطيب بهذا اللون الذهبي وعندي كريمة البندق اللي حضرتها درتها فلابوش وعندي ايضا شوكولات طلع هذه النوعية تلقيوها مكتوبة كريمة بالبندق المحمص نديرها هي ثاني فلابوش نحط حبات الصابلي كامل في سينية ونبدأ نحشي بالكريمة اللولة وفي الواسط ندير الكريمة الثانية وهذا المقادير خرجوا لي 30 حبة وهنا ملاحظة برك تقدرو تحشي والحبات بكريمة البندق اللي حضرناها فقط ومن بعد نغلق الحبة ندير واحدة فوق واحدة ونعدل الجوانب بمليح وبالنسبة للقلاساج عندي 250 قرام شوكولات بيضة ضفت لها طرف صغير تاع شوكولات سودة بوزن 10 قرام نحطها على حمام مائي ونخليها تذوب هنا الحبات تاع الحلوة إذا لقيتوا الجوانب ما تغلقوش حاولوا تعمروهم بالكريمة وتعدلوهم مليح وبعد ما ذيبت الشوكولات نزيد الها ملعقة صغيرة الزيت ونخلطها جيدا نقلاصي الحبات ونخليهم ينجفوا من بعد ننقيهم من الأسفل ونكمل نزينهم أما بالنسبة للتزيين درت خطوط شوكولات يكون رقيق على الجوانب بهذه الطريقة وفي الوسط نحط البندق ووردة من عجينة السكر وتقدر يضيف الورقة الذهبية وهنا التزيين يبقى اختياري هذه هي حلوة دليس النوازات بعد ما درتها في صحن التقديم الجهيلة، الذوف الفم، والبناء روعة نتمنى تجربوها لأنها أكيد رايحة نيل إعجابكم وإلى الملتقى مع وصفة جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر